لا أنا أتفق مع حضرتك تماماً في أن الأداء كان مخيب للظنون وإحنا طمحنا أو زاد طمحنا مع وعود الكابتن شاوي غريب بأن الأداء هتطور إيجابياً للأفضل إحنا عملنا ماتش بأداء دفاعي قدام المتادور الأسباني في باكورة لقاءاتنا بمنافسات توكي طبيعي أننا نعمل كده مع أحد أبطال أوروبا ده بطل كبير والمنتخل بأسباني فيه أعداد لاست بالقيمة التسويقية بتاعتها عالية وخبراتها عالية وإمكاناتها كبيرة ومنهم ناس كانت تلعب قبلها كل يوم في الطوط أوروبا أيها بالضبط كده وعندها خبرات وجاية من أوروبا على توكي طبيعي أننا ألعب معها بأداء دفاعي قوي صلب فعلاً إداني حق في أننا أخذ نقطة أنتزع نقطة من المتادور الأسباني لكن أننا ألعب مع الأرجنتين بهذه الكيفية والأرجنتين كانت مغلوبة من أستراليا وجايلنا محبطة ونفسياتها تعبانة كان المفروض ألعب بأسلوب أفضل بأداء متوازن في نسبة خطورة ونسبة هجوم لكن الحقيقة زي ما حضرتك قلت بالضبط الأداء كان محبط والناس شعرت بكآبة وإحباط في الصفح زي ما حضرتك قلت للأسف